كيف تراجعت الولايات المتحدة عن إنقاذ مرسي في آخر لحظة؟ وما سر الصداقة التي جمعت أسامة بن لادن بكوندليزا رايس؟ ومن أين الإسماعيل هنية؟ بطائرة خاصة؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة اليوم من بوليغراف أهلا بكم مرحبا بكم إلى بروباجندا أولى فقرات برنامجنا حيث نتعرض إلى الفبركات والأخبار المزيفة المدفوعة بأجندات سياسية نبدأ مع تصريح منسوب إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون تداولته صفحات وطنية مصرية دون أن تعزوه إلى أي مصدر وهو قول كلينتون أن مصر تملك كل الوثائق التي تدين تركيا وقطر لنشر الإرهاب بالصوت والصورة طبعا التصريح لا أصل له وليس موجودا في أي إيميل منسوب إلى كلينتون أو تغريدة أو لقاء أو مقال بل هو من بنات أفكار المناضلين العاملين في الصفحات الوطنية ونبقى مع وزيرة الخارجية الأمريكية واختراع مشترك للجان الإماراتية والسعودية التي أنشأت حسابا وهميا يحمل اسم تسريبات هيلاري كلينتون على منصة تويتر ويقول أنه يعرض الوثائق السرية التي تفضح وزيرة الخارجية السابقة يتابع الحساب نحو 44 ألف شخص رغم عدم مرور شهر على إنشائه لا نعرف ما نوع المكيف الذي تعطاه المشرف على الحساب حيث أنه نشر هذه الصورة وهي لبيان مفترض لجماعة الإخوان المسلمين كما نرى أما التعليق المرافق للصورة فيقول وثيقة مسربة حديثا من مجلس شورى الإخوان المسلمين تطالب الأعضاء بالتشكيك في تسريبات إيميلات هيلاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنكارها التغريدة أعيد نشرها 700 مرة وطارت الحسابات الوطنية فرحا بها البحث العكسي عن صورة البيان أوصلنا إلى صحيفة العربي الحديث الوهمية التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة والمفاجأة هي أن العربي الحديث تنشر كل فترة وفترة بيان جديد منسوب إلى الجماعة حيث أنها بدأت بالبيان رقم واحد ولا نعرف حقيقة إلى أي رقم من البيانات وصلت الآن وبالطبع لا أصل لتلك البيانات لا بل إن مفبرك البيانات يستخدم تطبيق فوتوشوب وبشكل سيء جدا ونستمر مع التسريبات المنسوبة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومنشور ذكرنا بحكاية خطف قائد الأسطول الأمريكي السادس في البحر الأبيض المتوسط التي روجت لها حينها وسائل إعلام مصرية عام 2014 صفحة يقين الوطنية على منصة فيسبوك قادت حملة الترويج لمنشور جاء فيه من تسريبات هيلاري كلينتون في عزل مرسي تقول هيلاري كنا نعلم أن مصر ليست سوريا ولا ليبيا فعندما تحرك أسطولنا السادس ناحية الإسكندرية لإنقاذ مرسي وعند دخولنا البحر الأحمر اكتشفنا أن هناك غواصات حديثة تسمى ذئاب البحر 21 مجهزة بأحدث تقنيات الحديثة للرصد والتتبع وما هي إلا دقائق حتى ظهر فوق أسطولنا ست طائرات ميغروسية الصنع والأغرب من كل هذا أن راداراتنا لم تكتشف هذه الطائرات أصابتنا الدهشة من انتباه ويقظت الجيش المصري وعدم الخوف من أمريكا وما أصابنا أكثر بالإحباط خروج الجماهير المصرية بالملايين لمساندة هذا الجيش فلم يكن أمامنا غير الرجوع إلى حيث أتينا بعد تحزيرات الصين وروسيا واعتراضهم على تهديد أمن مصر هذا هو المنشور بلغته العرجاء هذا المنشور العجائبي حصل على 2600 إعجاب وأعيد نشره أكثر من 300 مرة وعلق عليه العشرات بالطبع كلينتون لم تقل هذا الكلام في أي مكان والقصة لا أساس لها من الصحة لكن الصفحات الوطنية تحب الهبد إلى فبراكة بدأت كمزحة لكنها قد تدي بحيات أو حرية الشيخ المصري المشهور مبروك عطية حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي المصريون صورة للشيخ المشهور بخفة دمه مكتوب عليها أمي الله يرحمك كانت دايما تقول لي نخلى لا تحاجيني ولا عايز منك بلح طبعا التصريح غير صحيح بل هو مجرد سخرية من قول الرئيس المصري في لقاء جماهيري أنه سيحاجي المصريين يوم القيامة أما المثل المصري الأصلي فيقول نحلى لا تؤرصيني ولا عايز منك عسى الله إلى فبراكة قديمة متجددة تفر قدمها بين القبائل حيث بيّنت أدواتنا في البحث الرقمي أن اللجانة الكترونية السعودية والإماراتية والمصرية تشارك في الترويج لها وهي عبارة عن صورة تجمع زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس مع تعليقات مختلفة يجمع بينها أنها مليئة بالأخطاء الإملائية كما نرى هنا أمامنا اللطيفة اللجانة الكترونية المؤيدة لرئيس النظام السوري بشار الأسد دخلت في الحملة واختارت التجويد فوضعت صور لبن لادن ليس فقط مع كوندوليزا رايس بل مع هيلاري كلينتون ومع باراك أوباما أيضا وكأن شعارها يلا نهيص ترويج للصورة تزامن مع نشر تسريبات وهمية عن إيميلات هيلاري كلينتون بغرض خلق حالة من الوهم والتخوف من مؤامرة كونية جهنمية الصور مفبركة بشكل رديء أيضا وكما يقول زميلنا الموريتاني عبدالله بشكل تافه أما أصلها فيعود إلى مسابقة عجيبة نظمها موقع إيطالي عام 2007 حيث تنافس الناس على تزوير أغرب صورة ممكنة نحن معتادون في البرنامج على اللجانة الإلكترونية المختلفة وعلى كبار المروجين للفبركات الذين أصبحوا أصدقاء للبرنامج من منذر آل الشيخ في السعودية إلى الشنتوحة في مصر لكننا هذا الأسبوع نتعرف على شخصية جديدة لا تقل أهمية عسى أن تصبح أيضا صديقة للبرنامج هي عهدية أحمد التي تعرف نفسها على حسابها في تويتر بأنها رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عضو في مجلس الجندر عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين حاصل على جائزة المرأة العربية للصحافة عام 2019 عهدية نشرت هذه الصورة نقلا عن مصدر لم نستطع تحديده حيث نرى لقطتين في إحداهما نرى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأعضاء إدارته وهم مبتهجون يصفقون ومكتوب عليها لحظة تنحي مبارك أما في اللقطة الثانية فنرى أوباما وفريقه وهم مصابون بالوجوم ومكتوب عليها لحظة عز المرسي عهدية أوردت الصورة في تغريدة قالت فيها صورة عن مليون كلمة التغريدة أعيد نشرها 369 مرة ولن نتعب أنفسنا ببيان أنها مفبركة حيث أن رواد تويتر ردوا عليها مباشرة لأن الصور هذه شهيرة جدا فمثلا كتبت المغردة مها عبدالله أين تقصي الخبر والأمانة في تقديم معلومة مصيبة أنك رئيسة مجلس إدارة الصحفيين ولتبيين الأمر أكثر فإن الصورة الأولى تعود إلى لحظة إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الرعاية الصحية المعروف باسم أوباما كير يوم الحادي والعشرين من شهر مارس عام 2010 ولا علاقة لتنحي الرئيس مبارك بالموضوع أما الصورة الثانية فكانت للرئيس الأمريكي ونائبه جو بايدن وهيلاري كلينتون وأعضاء الأمن القومي الأمريكي في الأول من مايو عام 2011 أثناء متابعة عملية استهداف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من داخل غرفة عمليات في البيت الأبيض هذا كل ما في الأمر وإلى خبر نكذبه قبل أن نعرضه حيث أنه جزء من حملة تضليلية تستهدف الشارع الكويتي وتشارك في الترويج لها لجان الكترونية سعودية وإماراتية ومصرية وهو عبارة عن صورة لأمير الكويت الجديد مكتوب عليها أمير الكويت لن أسمح بوجود أي إخواني على أرض الكويت خرب في مصر حتى لو على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بكل بساطة لا أساس له من الصحة واستمرارا مع الأخبار السريعة وصعود نجم صديق جديد للبرنامج يحضر معنا للأسبوع الثاني على التوالي وهو المستشار الفلسطيني زيد الأيوبي الذي يروج لأخبار وهمية ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن كما رأينا الأسبوع الماضي وضد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأيوبي نشر هذه التغريدة التي كالعادة طارت بها اللجان الإلكترونية السعودية والإماراتية فرحا ونرى فيها صورة لطائرة خاصة والتعليق يقول هذه طائرة القائد العرامرم محرر القدس وهازم الفرنجة المدعو إسماعيل هنية يمتلك طائرة خاصة وشعبنا يموت الجوع نتيجة للسطو على أمواله وممتلكاته من قبل عصابات حماس حسبنا الله ونعم الوكيل حرنا وحار دليلنا مع الفبركات غير المنطقية حيث أن لدينا سؤال بسيط هل طائرة هنية المزعومة تقلع من مطار غزة؟ بالبحث العكسي عن الصورة وجدنا أنها صورة تعبيرية من موقع أدوبي ولا علاقة لها لا بهنية ولا بحماس ولا بغزة ولا بالشرق الأوسط لكن الفبركة لا تعترف بالحدود ختام بروباجندا مع أسوأ تغريدات الأسبوع ما لفت انتباهنا بشكل خاص هو تغريدة كانت الصورة فيها أبلغ من الكلام حيث أعلنا حساب إسرائيل بالعربية تحليق الرحلة الإسرائيلية 973 المتجهة إلى البحرين عبر المجال الجوي للمملكة العربية السعودية الخارطة الظاهرة في الصورة تحمل رمزية خاصة جدا وتلميحات حول تطبيع ضمن بين الرياض وتل أبيب والسير على خطى أبوظبي والمنامة وقبل أن ننسى التغريدة ترافقت مع إعلان البحرين وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة التعليقات على التغريدة تميزت بتأييدها للخطوة ولكن كالعادة أدواتنا الرقمية كشفت أن التفاعل الإيجابي كان مدفوعا بنشاط غير طبيعي للجان الإلكترونية السعودية المؤيدة لولي عهد المملكة محمد بن سلمان فاصل قصير نستكمل بعده فقرات بوليغراف ابقوا معنا بعد الفاصل ما حكاية الشابة الصينية التي أشبعت شابين متحرشين ضربا؟ كيف تمكنت امرأة تجاوزت السبعين من إنجاب طفل؟ ولماذا يرتدي الرجال كعوبا نسائية عالية في ماراثون كندا؟ مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج بوليغراف وفقرة زيف عشوائي التي نفند فيها الفبركات التي لا نعتقد أن وراءها دوافع سياسية تحكي العرب أن رجلا مغفلا اسمه أبو كعب القاص كان يجمع الناس ويروي عليهم حكايات خرافية قال لهم ذات مرة كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا فقالوا له يوسف لم يأكله الذئب فقال فهو إذن اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف تذكرت نوادر أبي كعب وأنا أطالع المنشور التالي الذي سبب ضجة ورجة في منصات التواصل الاجتماعي حيث نرى فيه ثلاثة فهود يحيطون بغزالة وتعليق يقول تعتبر هذه الصورة واحدة من أفضل الصور في آخر عشر سنوات لأنها أدخلت صاحبها في حالة اكتئاب القصة تقول أن هذين الفهدين هاجماء الغزالة في وقت كانت تلعب فيه مع أولادها الصغار وأن الغزالة كانت أمامها فرصة للهرب وكانت المسافة والنجاة بحياتها في صالحها هي لكنها قررت أن تسلم نفسها للفهود بهذا الشكل لماذا؟ لكي تعطي فرصة لصغارها بالهرب لأنها لو هربت هي أولا لن يكون هناك متسع من الوقت لهروب صغارها الصورة هي آخر لحظة للأم وحنجرتها في فم الفهود وهي تنظر بكل ثبات لتتأكد أن صغارها هربوا بسلام قبل أن يتم افتراسها الأم هي الشخص الوحيد في العالم التي يمكن أن تضحي بحياتها لأجلك بدون مقابل فتذكرها ولو بدعاء اللهم احفظ الباقيات وارحم الراحلات منهم بكل تأكيد كل ما ورد في القصة محظهرا ولو كان أبي كعبن القاص حيا في زماننا لقال إن اسم الغزالة فبركا ولختار أسماء أخرى لأولادها لكن لن نلوم المفابركين العرب حيث أن القصة ظهرت باللغة الإنجليزية الأمر الذي اضطر المصورة التي أخذت اللقطة عام 2013 إلى كتابة منشورة على موقعها في الإنترنت لإضاحي الأمر اسم المصورة هو أليسون باتجيج وهي من مالطا لكنها مستقرة في فنلندا وهي تؤكد أنه لا يوجد صغار ولا يحزنون بل كل ما في الأمر أن الغزالة تجمدت من الرعب حيث استادتها أنثى فهد مع ولديها إلى قصة واقعها أغرب من فبركتها تذكرنا بأفلام بروسلي ولم تنشرها صفحات مغبورة على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب بل أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية واختارت لها عنوانا مثيرا هو نادلة صينية شجاعة تضرب شابين حاولاء التحرش بها فلنشاهد الفيديو كما شاهدنا الشابة الصينية أشبعت الرجلين ركلا ولطما ولكن ما شاهدناه مجرد تمثيل فالقصة الحقيقية أعجب بكثير منصة بايدو الصينية أوردت حكاية الفيديو كاملة فالشابة التي رأيناها تدعى جيانج يوهان وهي تملك مطعما في مدينة جينان الصينية وبالفعل ركلها رجل مخمور في الثامن من شهر أكتوبر لكنه سارع إلى الاعتذار منها قبل أن يتطور الأمر لكنها شعرت بعد فترة أنها ما تزال غاضبة فطلبت من زوجها وصديقه أن يقوما بتمثيل عملية الاعتداء مرة أخرى على أن تضربهما هي هذه المرة وذلك كي لا تشعر بالغضب المكتوم من جديد وهذا بالفعل ما حدث هذه المرة مع الكاميرات لكن الأمر لم ينتهي هنا إذ أنها نشرت الفيديو لتوعية الشابات بأهمية الدفاع عن أنفسهم وتحذير الشباب من تأثير الكحول طبعا نحن ضد التحرش والتنمر إلا أن سؤالا واحدا يحيرنا وهو لقد فهمنا أنها تريد أن تشبع زوجها ركلا ولطما لكن ما ذنب صديقه إلى خبر لطيف يقف وراءه شخص ذو مزاج عال ودماغ متكلفة كما يقولون باللهجة المصرية وهو من الجزائر حيث نشر هذا الفيديو مع تعليق يقول انفجار خزان للنبيذ الأحمر الروج بمصنع عين تموشينت الفيديو أشع على الصفحات الجزائرية على منصة فيسبوك بجدالات وحوارات حول دم السباع كما يسمي الجزائريون النبيذ الأحمر أضحكت فريق الإعداد بشدة لكن للأسف ليست صالحة للعرض التلفزيوني الفيديو صحيح وليس مفبركا لكنه من مصنع للخمور في إسبانيا ولا علاقة للجزائر بالأمر لا من قريب ولا من بعيد صفحة لطيفة ضريفة في الفيسبوك اسمها يوميات مواطن عراقي طبعا تضع صورة فتاة حسناء اختلف الزملاء في تحديد شبيهتها حيث من الواضح أن كم من كبيرا من الفلاتر استخدم في تغيير ملامحها الصفحة متخصصة في نشر العجائب والقصص غير المنطقية ولديها سوق رائج جدا ولذلك لم نستغرب أن منشورها التالي حظي بقبول جماهير كبير ونرى فيه صورة امرأة مسنة في مستشفى إلى جوار طبيب مع تعليق يقول عجوز عراقية من ناصرية الحبوبي عمرها 75 سنة تنجب طفلا وأكدت أن العجوز غادرت مع طفلها اليوم وبسلامة ما تعجبنا منه ليس إقدام الصفحة وشبيهاتها على نشر قصة لا يصدقها عاقل لكن أذهلنا تفاعل الجمهور الحقيقة هي أن السيدة الظاهرة في الصورة ليست من العراق بل هي الحاجة فتحية أكبر معمرة تشافت من فيروس كورونا في جمهورية مصر ويبلغ عمرها 96 عاما نسأل المولى عز وجل أن يديم عليها الصحة والعافية ويكفيها شر المفبركين إلى فبركة تقليدية جدا وركيكة وعنصرية خيبت آمالنا لأنها خالية من الإبداع ولم يجتهد مزورها في صياغة قصة مناسبة لها كما نرى في الصورة فتاة أوروبية شقراء تفترش قارعة الطريق مع تعليق يقول الجميلة متشردة في أوروبا والقبيحة تتكبر علينا في إفريقيا تبا لهذه الجغرافيا ليست ملعوبة المنشور ضعيف ويا شماتة المفبركين فيكم فالفتاة الظاهرة في الصورة طفلة وطالب الثانوية لم يتجاوز عمرها خمسة عشر عاما اسمها كارولينا دانخو وليست متشردة بل هي مجرد طالبة شاركت في برنامج للتوعية بمعاناة الحياة دون مأوى وخاضت مع زملائها التجربة لكنها لم تتحمل افتراش الطريق ليوم كامل هذا كل ما في الأمر هناك نوع من الفبركات بالإمكان تسميته بفبركات في أوروبا والدول المتقدمة تدور فكرته حول نشر أي معلومة خاطئة ونسبها إلى دولة أوروبية وكلما كانت الفكرة أغرب وأعجب كلما كان ذلك أفضل وهذا بعينه ما يروج له هذا المنشور الذي نرى فيه رجال يسيرون في الشوارع وهم يرتدون أحذية بكعوب عالية مع تعليق يقول ماراتون الكعب العالي للرجال يقام سنويا في كندا ويهدف لرفع مستوى الوعي العام بمعاناة المرأة اليوم القصة المتداولة ليس لها علاقة بمعاناة النساء مع ارتداء الكعب العالي أما الصورة المرفقة المرافقة بالأحرى للمنشور فتعود للخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2014 وهي من احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في أمريكا اللاتينية وأقيمت هذه الفعاليات في دول عدة من بينها بورتريكو وكولومبيا وإلى الخبر الذي تمنينا لو كان زائفا يأتينا من العراق هذه المرة ترددنا في تصديقه كثيرا كما نشاهد في هذا الفيديو امرأة تلقي طفلين في نهر دجلة من فوق جسر الأئمة في وسط العاصمة العراقية بغداد الطفلان ولد وبنت وسائل إعلام محلية عزت الفعل المنافي للطبيعة البشرية إلى أسباب مختلفة منها حصول طليق المرأة على حق الحضانة بغض النظر عن الأسباب والمسببات فلا حول ولا قوة إلا بالله وإلى اختبار بوليغراف لكشف الأخبار الكاذبة الذي نطرحه على جمهورنا على منصتين فيسبوك وتويتر اختبارنا عبارة عن ثلاثة أخبار واحد منها فقط صحيح نطلب منكم اكتشافه اختبارنا الأسبوع الماضي وبحسب ما لحظ كان صعبا قليلا محيرا وبدت أخبارنا الثلاث غير واعية والتي كانت كالتالي سي إن إن أسامة بن لادن على قيد الحياة هذا كان أول خبر الخبر الثاني قرية في رومانيا تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفاته أما الخبر الثالث الرئيس الرواندي يعين طفلا عبقريا وزيرا للتقنيات الجديدة لنرى كيف كانت اختيارات جمهورنا الكريم كالعادة نبدأ من موقع تويتر المنافسة كانت شرسة والتصفيات النهائية كانت بين الخبرين الثاني والثالث مع تفوق بشق الأنفس للخبر الثالث وهو تعين طفل عبقري وزيرا للتقنيات الجديدة بقرار من الرئيس في رواندا فعلا كل شيء متوقع في هذا الزمن المعركة كانت طاحنة أيضا على تويتر ولم تكن شريفة على فيسبوك لأن الخبر الثاني كان الاختيار الأول لمعظم المتابعين وهو أن سكان قرية في رومانيا يعيدون انتخاب رئيس بلديتهم بعد وفاته نعتذر من معشر مستخدمي تويتر لأن سكان فيسبوك كانوا على حق هذه المرة فالخبر الثاني رغم غرابته هو الخبر الصحيح فرئيس البلدية المتوفى بسبب إصابته بفايروس كورونا حقق فوزا كاسحا وذلك تقديرا من الأهالي لعمله ومحبة الناس له أيضا فضلا عن عدم إزالة اسمه المطبوع على بطاقات الناخبين وضيق الوقت الذي لم يسمح للسلطات بسحب اسمه من الاقتراع لكن بطبيعة الحال ستعاد الانتخابات قريبا الخبر الأول لم يكن صحيحا طبعا وهو أن شبكة CNN أعلنت أن زعيم تنظيم القاعدة بن لادن على قيد الحياة الخبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لسيما فيسبوك وما حصل هو أن البنشورات المتداولة اقتصت العنوان الذي نشرته الشبكة الأمريكية والذي صنفته أصلا كإشاعة فالعنوان الأصلي يقول أسامة بن لادن على قيد الحياة إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد نشر الخبر وكأنه حقيقة في تغريدة على منصة تويتر الخبر الثالث أيضا غير صحيح وهو أن الرئيس الرواندي عين طفلا عبقريا وزيرا للتقنيات الجديدة قبل كل شيء علينا بيان أنه لا يوجد منصب وزاري فيرواندا يقال له وزير التقنيات الجديدة أما الصورة المتداولة مع الخبر فتعود للعبقري البريطاني الصغير راماني ويلفرد وهو فتى اشتهر بسبب ذكائه الحاد حتى أن معدل ذكائه تجاوز ذكاء العالم ألبرت إنشتاين ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس هنا ينتهي اختبارنا وننتظر مشاركاتكم الأسبوع القادم مع اختبارنا الجديد بوليغراف مستمر فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا بعد الفاصل في فقرة في العمق نسلط الضوء على مزاعم التزوير في الانتخابات الأمريكية ونستعرض مقالا للسانداي تيليغراف يشرح أن الإغلاق سيدمر الاقتصاد ومقالا في الجاردين يبين أن المشكلة الحقيقية هي التفاوت الطبقي وليس كورونا أهلا بكم من جديد نصل إلى فقرة في العمق وأيام قليلة تفصيلنا عن الانتخابات الأهم في العالم انتخابات الرئاسة الأمريكية ويمكن وصف السباق الحالي بأنه معركة طاحنة على كافة الأصعدة أهمها دخول فيروس كورونا على الخط الوباء فرض اعتماد أسلوب انتخابي غير تقليدي وهو التصويت عبر البريد الذي أثار ويثير موجة كبيرة من الجدل في عموم الولايات المتحدة يقودها مروج نظريات المؤامرة الأشهر الرئيس دونالد ترامب مواقف الرجل المثيرة للجدل غزت منصات الانترنت مع جيش لم يهدأ من المؤيدين وجل منشوراتهم عبارة عن نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة تفاصيل أكثر في تقرير فاطمة عقيد خسارة تعني انتخابات مزورة وسرقة للديمقراطية الأمريكية هكذا يرفع الرئيس الأمريكي شعار المرحلة المقبلة من سباق الانتخابات الرئاسية يشن هجومه على نتائجها مسبقا متسلحا بكم من هائل من نظريات المؤامرة ومنصبا نفسه قائدا للحرب ضد التصويت عبر البريد وبسبب فيروس كورونا لن تكون الانتخابات القادمة شبيهة بسابقاتها وبدل التصويت المباشر في صناديق الاقتراع فقرر التصويت الغيابي بالبريد حساسية الانتخابات الحالية وأهميتها دفعت مناظر المؤامرات وعلى رأسهم ترامب إلى ترفيق روايات أهمها تزوير أصوات الناخبين والحقب الرئيس ركب من الشخصيات البارزة على الساحة الأمريكية وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب مصالحة تزوير في الانتخابات ففي العام 2016 استعان ترامب بنظريات عن استخدام أصوات مهاجرين غير شرعيين وموتى في بعض الأحيان ليتبين لاحقا أنها الدعاءات لا أساس لها من الصحة مرة أخرى يتصدر ترامب حملة الهجوم على الانتخابات منذ بداية السباق وهذه المرة بلهجة أعلى مستعينا بمفردات تتمحور أيضا حول الاحتيال حجم التفاعل الهائل مع تغريدات ترامب ومنشوراته على فيسبوك وتويتر أثار قلقا من حجم تأثير هذه الفرضيات والاتهامات على شريحة واسعة من الأمريكيين وأهمها اليمين الإنجلي المحافظ الأرقام كشفت عن أن أكثر من ثمانية ملايين تغريدة أشرت إلى التصويت عبر البريد مذ يناير الماضي كان محورها الأساس التزوير والتضليل مليون منها في شهر أكتوبر وحده ومعظم هذه التغريدات جاءت من معيدين لترامب معروفين كسياسيين ومحافظين وأعلميين الغريب في الأمر أن الرئيس حمل نظرياته إلى أولى مناظراته الرئاسية في الثلاثين من سبتمبر المنصرم متحدثا عن العثور على صناديق بريد ملقاة في حفرة في ولاية ويسكونسن نفى مسؤولون محليون في الولاية الدعاءات الرئيس لكن بعد فوات الأوان مع حصول القصة على ردود أفعال كبيرة بين أفراد اليمين الأمريكي والمحافظين لم تتوقف حتى كتابة هذا التقرير وأبرز التعليقات كان عنوانها لا يمكننا تجاهل هذه المشكلة استمر مستخدم مساحات العالم الافتراضي من مؤيد ترامب في نشر قصصهم حول صناديق البريد في واحدة من تلك القصص ادعوا إطلاف بطاقات انتخابية تحمل اسم الرئيس وشعاره من المؤيدين من اعتبرها بطاقات اقتراع لترد الشركة المعنية بالطباعة أن الأوراق تريكت لإعادة التدوير في ظل وجود كم من هائل منها ومناسبة كهذه لم تمر مرور الكرام لدى محبي الرئيس لتلقى بدورها تفاعلا كبيرا وانتشارا واسعة هذا التونامي من التضليل المعلوماتي دون وجود أي رادع سهم في رفع الصوت في وجه وسائل التواصل الاجتماعي لكونها تعطي مساحات كبيرة للمهوسين للتعبير ونشر الأضاليل تحركت من أقصات أهمها تويتر وفيسبوك في سياسة أكثر صرامة لتصنيف المنشورات المضللة والقضاء عليها في العاشر من سبتمبر أعلن موقع تويتر أنه سيصنف أو يزيل المعلومات الخاطئة حول الانتخابات الأمريكية وتستهدف السياسة المحدثة المعلومات الخاطئة أو المضللة التي تخلق التباسا أو تقود العملية المدنية مثل التلاعب في الاقتراع أو تزوير الانتخابات أو الادعاء بالفوز قبل تأكيد نتائج الانتخابات في أواخر شهر يونيو قال مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك إن شركته ستتخذ إجراءات أكثر صرامة لمحاربة المعلومات الخاطئة عن طريق إزالة الادعاءات الكاذبة التي تشجع على قمع الناخبين الشركة أنشأت أيضا مركز معلومات التصويت لعام 2020 وهو مركز يوفر معلومات حول التصويت عن طريق البريد والتصويت المبكر وتسجيل الناخبين وغيرها وبرغم تصاعد لهجة ترامب ومؤيده حول التصويت بالبريد والاستمرار في نشر أخبار حول تضليل أو تزوير محتمل تقول الوقائع إنه لا يوجد أي دليل حول تزوير واسع النطاق على مدى سنوات خلق إلى جولتنا في الصحف العربية والأجنبية نشرت صحيفة الصندي تيليغراف اليمينية البريطانية مقالا صادما لرئيس تحريرها الاسترهيث بعنوان دور مفرغة من الإغلاقات ستؤدي إلى انحدار بريطانيا أما العنوان الفرعي فهو كوفيد سيسرع من سقوط الغرب ما لم نتوقف عن مقارباتنا غير العقلانية لاحتواء الفيروس إذ لا يخفي ميوله اليمينية وإيمانه باقتصاد السوخ والرأس مالية الجديدة ويقدم حججا تدعم موقفه الذي يعلي فعليا المصلحة الاقتصادية للبلاد على كل شيء وإن أدى ذلك إلى وقوع وفيات كما سنرى في مقاله يبدأ المقال باستعطاف رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون فيقول له حرفيا نرجوك نرجوك يا رئيس الوزراء نرجوك ألا تغلق البلاد مرة أخرى وأن لا تصغي إلى اللجنة العلمية أحاديت النظرة المعادية للنمو الاقتصادي والتي تسعى إلى تجنب المخاطر مهما كلف الأمر ونرجوك أن تتجاهل الضغوط التي يمارسها عليك زعيم المعارضة سيركير ستارمر وعمدة لندن صادق خان ثم يشرح المقال أن إعادة تسمية إجراءات الإغلاق بجملة إجراءات كسر الدائرة لا تعني شيئا فربما نسيطر على انتشار الفيروس لفترة لكن ذلك لا يعني أن الوباء انتهى أو أن فيروس كوفيد-19 لم يعد موجودا حيث أن رفع الإغلاق سيتسبب في موجة تالية كما أن قبولنا بمبدأ الإغلاق سيعني أننا قد نواجه إغلاقا ثالثا ورابعا وندخل في دائرة مفرغة تعبر عن اعتراف الحكومة بهزيمتها أمام الجائحة وانتصار الخوف والمشاعر الهدامة على منطق العقل في تحليل الربح والخسارة يحذر المقال من عاقبة أخرى للإغلاقات المتكررة وهي أن البلاد ستنتقل من عقد اجتماعي مبناه الحرية يقبل فيه المواطنون بتقييد حرياتهم في حالات استثنائية إلى بلا تعيش في حال الطوارئ دائما وتثبت بذلك قاعدة مفادها أن من حق الحكومة حجرنا ومنعنا من الحركة عند ظهور أي جائحة بعد تلك المقدمات يوضح المقال أن الاعتقاد بأن إغلاقات محدودة ستعطينا المزيد من الوقت لتطوير وسائل تتبع المصابين ومن خالطوهم مجرد وهم وخيال فحتى ألمانيا وفرنسا فشلتا في تطوير البنية التحتية اللازمة لذلك والأسوأ من ذلك أن النظام الصحي المتهالك في البلاد لن يتطور فجأة خلال أشهر قليلة بعد إهماله لعقود ورغم ذلك يعترف الكاتب بأن إغلاقات متكررة قد تحفظ حياة آلاف الأشخاص هنا ومن هنا إلى شهر إبريل القادم في حال ظهر لقاح فعال نهاية هذا العام أو بداية العام الجديد ثم يصل هيث إلى مبتغاه ويقول بكل صراحة إن الإغلاق دون العثور على لقاح أو دواء فعال لا يعني منع الوفيات بل يعني تأخيرها فالمعرضون للخطر قد لا يفارقون الحياة في الموجة الأولى والثانية لكنهم سيفارقونها في الثالثة والرابعة أما الطامة الكبرى بحسب المقال فهي الأثر الاقتصادي للإغلاق حيث أن الإغلاق الأول تسبب في زيادة الدين العام في المملكة المتحدة بما يعادل 20% من الناتج المحلي أي أن البلاد استدانت في بضعة أشهر أكثر مما اقترضته خلال عقود وفي حال كررت بريطانيا التجربة هذا الشتاء في إغلاق ثاني فإنها ستزيد الدين العام بنسبة مشابهة خلال ثلاثة أشهر المقال يستحق القراءة والترجمة دون شك ويعد من أفضل الكتابات التي تجادل للحفاظ على النمو الاقتصادي في أي بلد والتعامل مع جائحة كورونا دون إغلاقات عقا ترجمة نانسي قنقر قبل قليل راجعنا مقالة ديلي تيليغراف المعارض للإغلاق لمواجهة جائحة كورونا انطلاقا من وجهة نظر يمينية لكن في نفس اليوم الذي نشرت فيها ديلي تيليغراف هذا المقال نشرت صحيفة الجارديان مقالا لا يقل أهمية أو إثارة للجدل بعنوان الحرب المستعرة حول الإغلاق تغفل حقيقة أن مواجهة كوفيد-19 مسألة طبقية يجادل الكاتب البريطاني جون هاريس بأن الموجة الثانية من جائحة كورونا كشفت الأزمة الطبقية في المملكة المتحدة في الأساس وباقي دول العالم بالتبعية الغريب هو أن هاريس اليساري يرى أن الإغلاق سيعمق من معاناة الطبقات الفقيرة والمحرومة ولن يؤثر بشكل يذكر على أصحاب المال والثروة يقدم المقال لأطروحته بوصف الجدل الدائر في المملكة المتحدة فيما يخص إغلاق البلاد فاليمين المحافظ والمؤيد للرأس مالية يعارض تعطيل الحياة العامة مجادلا أن اتباع المنطق البسيط وتحمل آثار الجائحة على المدى القريب سينجي البلاد والاقتصاد متجاهلا نصائح خبراء الصحة العامة أما اليسار فيجادل بضرورة إغلاق البلاد بشكل عام بحجة أن العلم يقول ذلك وينفت الكاتب الانتباه إلى أن التغطية الإعلامية تركز على قضايا وتفاصيل ثانوية فيما يتعلق بالموجة الثانية من جائحة كورونا متناسية أن الوباء يعمق من معاناة الطبقات الفقيرة فيما يتعلق بالعلاج والسكن والبطالة وربما يبدو ذلك تبسيطيا لكن تلك الأمور لابد من وضعها في الحسبان عند مناقشة أي إغلاق بعد تلك المقدمة يسرد الكاتب ما الذي يعنيه الإغلاق للعاملين في القطاعات الأساسية مثل النقل والإنشاء والرعاية الصحية وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى العاملين أيضا في القطاعات الصغرى الأخرى بالطبع كل إغلاق يعني تراجع مداخلهم وتعطل أعمالهم وفي بعض الأحيان فقدانهم لوظائفهم من الأساس المقال ليس طويلا ولا يقول صراحة أن على بريطانيا أو باقي الدول عدم الإغلاق أساسا بل يطرح إشكالا إضافيا متعلق بإدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الحالية فاصل قصير نستكمل بعده فقرات بوليغراف ابقنا بعد الفاصل في فقرة الأدوات نتعرف على تطبيقات الوجوه المزيفة وحوار حول استطلاعات الرأي وثأثيرها على الانتخابات الأمريكية وتحليل لتصدر وسم الحرية لسلمان العودة لمناصة تويتر نستكمل بوليغراف مع فقرة الأدوات حيث نلقي الضوء على ظاهرة تزوير وتدليس ذكرناها عرضا في حلقات سابقة وهي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتخليق واستحداث صور لشخصيات وهمية أي وجوه مزيفة وللأسف توجد مواقع تقدم تلك الخاصية أو الخدمة بشكل مجاني كما سنرى في تقرير التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدأ النخبون الأمريكيون في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للولايات المتحدة لكن أصواتهم لا تحتسب مباشرة حيث أن اختيار الرئيس الأمريكي يكون عبر مجمع انتخابي تألف من 538 عضوا المرشح الذي يحصل على تأييد 270 من أعضاء المجمع يعتبر فائزا وإلا حين فرز الأصوات تتسيد استطلاعات الرأي المشهد الإعلامي في الولايات المتحدة والعالم وتشير كثير منها إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيفوز بالرئاسة لفهم عمل استطلاعات الرأي في ظل انتخاب أو في ظل النظام الانتخابي الأمريكي المعقد سيكون معنا ضيف يعلق على هذا الموضوع لكن قبل ذلك لنتابع التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وللقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلي من واشنطن جيم موران عضو الكونغرس السابق عن ولاية فيرجينيا أهلا بك سيد موران بالبداية هل شرحت لنا بشكل مبسط كيف تعمل استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وكيف يؤثر الإعلان عنها في وقت سابق على الانتخابات كما هو الحال هذه الأيام على توجهات الناخبين استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أصبحت أكثر تقدما وتعاقدا وهي حاليا تعتمد على سؤال الأشخاص الذين ينون الانتخابات عن رأيهم وتظهر حاليا بأن المرشح جو بايدن على الحزب الديموقراطي متقدم بشكل كبير على الرئيس الحالي دونالد ترامب والوضع يبدو مبشرا بالنسبة لبايدن هناك العديد من الولايات المتأرجحة أو التي تصنف متأرجحة لم تحسم بعد رأيها تجاه من تتجه في هذه الانتخابات حتى الآن من هو الرئيس أو المرشح بالأحرى المتقدم في هذه الولايات المتأرجحة وما هي هذه الولايات الآن؟ الولايات الترجيحية هي بنسلفينيا وميشيغن وويسكونسون وفلوريدا تلك الولايات حاليا تظهر أن هناك تقارب كبيرا بين المرشحين الاثنين ولكن يبدو أن بايدن بدأ في إحراز الكثير من التقدم وبالأخص في ميشيغن وويسكونسون وبيسلفينيا ولكن في فلوريدا المسألة مزالت معلقة ولكن يبدو أن كبار السن في فلوريدا قلقين بخصوص جائحة كورونا ويشعرون بأن إدارة ترامب أساءت إدارة الأزمة وأن ترامب لا يمثل مصالحهم طيب يعني بسبب النظام الانتخابي المعقد في الولايات المتحدة والمطالبات الكثيرة بتعديلها وعادة النظر فيه في عام 2016 تقدمت هيلوري كلينتون فيما يعرف بالبوبيولار فوت أو الانتخاب الشعبي على ترامب لكن الأخير حقق ربما فوزا في الولايات وفي حصد أكبر عدد من أصوات المجمع الانتخابي هل من الممكن أن يتكرر هذا العام هذا السيناريو بتقديرك ولماذا؟ ربما يحصل مرة أخرى ومن الواضح جدا أن الرئيس ترامب سوف يستخدم أي وسيلة ممكنة لكي يتتم عادة انتخابه ولكنه من المستبعد أن يحدث ما حدث في المرة الماضية لأنه في المرة الماضية الكثير من الولايات الريفية كانت الاستطلاعات الرأي فيها متقاربة ولن يكون حظ ترامب في الولايات الريفية مثل ما كان في انتخابات 2016 بضوء كل هذه المعطيات وما تقوله وأيضا ما يعرف عن ترامب من سلوك غير قابل للتوقع هل هناك مخاوف من عدم قبول ترامب بفوز بايدن في هذه الانتخابات خاصة مع تكرار الحديث المستمر من قبل ترامب عن مخاوف التزوير الرئيس ترامب سوف يزعم بأن هناك تزوير في الانتخابات والكثير من الأصوات التي تم إرسالها التي تم الإدلاء بها كانت عبر البريد ولم تكون بشكل شخصي فبالتالي لن نعرف النتيجة في الثالث من نوفمبر سوف بتأكيد سوف تكون عد الأصوات سوف يستغرق عددا من الأيام في تلك الفترة نتوقع أن رئيس ترامب سوف يقول بأنه تم تزوير الانتخابات وأنه لم يتم عد الأصوات بشكل موضوعي ولكن من المرجح الآن أن بايدن سوف يفوز بنتيجة كبيرة جدا ولن يكن بإمكان مؤيدي ترامب التشكيك في النتيجة ما هي السيناريوهات القانونية والقضائية الممكنة ربما للتحقق من سير العملية الديمقراطية في حال خسر ترامب وقاوم المؤسسة السياسية تجاه النتائج ما الذي يمكن أن يفعله الكونغرس مجلس النواب وأيضا حتى المؤسسات الأخرى في واشنطن إن هذه سوف تكون مسألة مخيفة جدا وسوف تكون أوقات مرعبة في الأيام القليلة الأولى من شهر نوفمبر ولذلك أصر رئيس ترامب أصر على أن تنضم مرشحاته إلى المحكمة العليا ولذلك سوف يكون لديه ستة من تسعة قضاة في المحكمة العليا ولكن لا أعتقد أن الشعب الأمريكي سوف يعفق ذلك وكما حصل في بعض البلدان سوف يحاولون أن يستخدموا الجيش للوصول إلى السلطة ولكن الرئيس ترامب لن يستطيع استخدام صلاحياته مع جيش أمريكا ولذلك لا أعتقد أنه سوف يكون هناك انقلاب في الولايات المتحدة كما حصل في بعض الدول العالم الثالث طيب في النهاية هناك مثل عربي يقول كذب المنجمون ولو صدقوا وهو يتعلق تحديدا ربما باستطلاعات الرأي شاهدنا استطلاعات رأي متعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة أثمتت فشلها شاهدنا استطلاعات رأي تتعلق أيضا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثمتت فشلها ما هي الدوافع وأنت تتحدث بثقة عن تقدم بايدن باستطلاعات الرأي ما هي الأسباب التي تدفعك لمثل هذا الاعتقاد الذي يبدو راسخا تجاه تقدم بايدن في استطلاعات الرأي أنا أنظر إلى الصورة كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية أتابع جميع الولايات في المرة الماضية كانت هيلاري كلينتون متقدمة في 2016 في مثل هذه المرحلة ولكن تقدم بايدن هذه المرة فإن بايدن متقدم بضعف النتيجة عما كان عليه الحال مع هيلاري كلينتون حاليا بايدن حصل على ما لا يقل عن 53% من الأصوات هذا ما ترجح استطلاعات الرأي وأيضا هناك كرهية كبيرة جدا لدونالد ترامب وأعتقد الكثيرين سوف يصوتوا لبايدن ليس حبا فيه ولكن خوفا من دورة ثانية للرئيس دونالد ترامب جيم موران عضو الكونغرس السابق عن ولاية فيرجينيا حدثتنا من واشنطن شكرا جزيلا لك في الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري نشر عبدالله العودة نجل الداعية سلمان العودة تغريدة قال فيها إن جلسة محاكمة والده تأجلت إلى السادس عشر من شهر نوفمبر وإن مشاهد العبث بكل إجراءات التقاضي والمحاكمات تكررت وختم نجل العودة تغريدته بالدعاء لوالده وتمنى أن تدور الدوائر على ظالميه التغريدة حصدت تفاعلا كبيرا فأعيد نشرها ألفا ومئتي مرة وحصلت على سبعة آلاف وخمسمائة إعجاب فيما كانت معظم التعليقات على التغريدة متعاطفة مع العودة وتمنت أيضا إطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين في السعودية كما هو الحال في هذه التغريدة التي تقول نسأل الله أن يفرج عنه ويقر أعينكم وأعيننا بالفرج عليه وعلى جميع المعتقلين التحليل الإلكتروني وأدواتنا الرقمية كشفت أن واسم سلمان العودة تصدر الحوار المجتمعي على منصة تويتر في عدد من الدول العربية في الفترة بين الثاني عشر والتاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري حيث ظهر في 4286 تغريدة أصلية وعيد نشرها 4446 مرة وحظيت بـ 51808 إعجاب كما كشفت الأدوات الرقمية أن الحسابات التي استخدمت واسم سلمان العودة استخدمت أيضا واسم الحرية لسلمان العودة ووصل تداول الوسوم المتعلقة بالدعية السعودية الظروة في الثامن عشر من الشهر كما نرى في هذا الرسم البياني وهو الأمر الذي التفت إليه نجل العودة نفسه حيث نشر تغريدة قال فيها واسم سلمان العودة ترند في السعودية ومصر ودول أخرى تعاطف الناس الجياش وحبهم لن يوقف القمع والاضطهاد والتلفيق والقادم أجمل وأقوى بإذن الله الكثير من رواد منصة تويتر من دول عربية مختلفة انتبهوا أيضا للأمر ونشروا لقطات لاحتدام الحوار حول الداعية السعودي في بلدانهم كما نرى في هذه التغريدات اللجان الإلكترونية طبعا السعودية المؤيدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم تتأخر في التشويش على التعاطف الشعبي مع أشهر سجين في المملكة فنشر حساب الردع السعودي هذه التغريدة التي تقول آخر الصيحات سرابيت جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية مقاطعة المنتجات التركية تعتبر ردة عن الإسلام ودعم الاقتصاد التركي يعادل ثوابها ثواب عمر معلومة المسمى الاتحاد العالمي للخوان المتأسلمين كان الإرهابي المتآمر الإخوان جي سلمان العودة هو الأمين العام له هذه التغريدة أعيد نشرها 923 مرة وحظيت بـ 839 إعجاب وللأسف وكالعادة شاركت حسابات وهمية وآلية في الترويج لها فيما شنت حسابات أخرى حملة مكثفة تدعو إلى إعدام وصلب العودة باعتباره خائنا للبلاد لكن تلك الحملة زادت من تصدر وسم سلمان العودة للحوار المجتمعي في السعودية نفسها فلجأت اللجان الكترونية بالتالي إلى سياسة التشويش بإطلاق وسم سلمان الفودة وتضمينه في تغريدات لا معنى لها على الإطلاق مثل سلمان الفودة حين تسقط لن ينتشيلك سوى إخوتك الإخوة أجنحة وعلى الرغض من الجهد الضخم الذي بذلته اللجان في الترويج لوسم سلمان الفودة إلا أنه بقي في مركز متأخر في الحوار المجتمعي في المملكة العربية السعودية كما هو واضح في هذا الرسم البياني بهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من بوليغراف إن كنتم تشاهدوننا عبر التلفاز أو عبر منصات العربي على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم مشاهدة المزيد من القصص التي لم يتسع لها وقت الحلقة تشاهدونها بالتالي عبر يوتيوب وانتظرونا الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة